بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا شباب ولا ثانو يا رب تكونوا بخيروا في افضل حال ما تنساش اننا عندنا على تطبيق فرنشاوي قسم شامل خاص بالمراجعات وحل الامتحانات كل اللي نفسك فيه هتلاقيه موجود هناك حتى لو كان معمول من السنين اللي فاتت ولكن هو نفس المنهج ونفس الكلام ونفس التفاصيل وما بحبش اعيد نفس الكلام مرة تانية مش هيبقى ليه لازمة ان اعيد نفس الكلام تاني يا شباب طالما هو نفس المنهج وما فيش حاجة تغيرت النهاردة هنقدم جميع الموضوعات المقررة عليك في منهج اولى ثانوية تيرم الاول كاملا الوحدة الاولى في اولى ثانوية كانت بعنوان منتدى فصلي او مجموعة شباب فصلي والدرس الاول كان بعنوان تقديم النفس طب الموضوع الاساسي اللي ممكن يجيلك في الدرس الاول بتاع تقديم النفس دا ادم نفسك ادم نفسك هقول اي اسم اه وليكن جوليان انا اكون طالب ثانوية او طالب في الثانوي او بروح مدرسة ثانوية يعني انا عندي واكتب عمري عند ستتاشر سنة جابيت اسكن في وتكتب اي اسم مدينة اه سواء مدينتك الحقيقية او اي مدينة مش هتفرق المهمة تبقى عارف ان كل المدن تاخد اه ما عادة او 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 سيناي جام انا احبه وتختار اي لون وليكن او 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 روج انا افضل وتختار اي رياضة او 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 انا اكره وتختار اي لون اكره الاسود الموضوع زي ما انت شايف جمل سهلة وبسيطة للغاية وكلها من الافعال اللي مرت عليك في الدرس ده الاسم اللي انا اكون تلميز او طالب في مدرسة عندي كم سنة ساكن فين احب ايه من الالوان افضل ايه من الرياضات اكره ايه من الالوان او من الرياضات في الدرس التاني اللي كان بعنوان تقديم وتعريف الزملاء الطبيعي جدا ان يجي يقول لك قدم زميلك او زميلتك على حسب هو لو حدد لك قدم ولد او بنت علشان اقدم زميلي هقول نفسي الكلام اللي قلته بالزبط على نفسي اللي هو في الموضوع اللي قبله الاسم والسن والتلميز وعنده كم سنة وساكن فين وهكذا بس هبدأ بقول جي ان كوبان دو تينيس انا عندي زميل تينيس لو بنت هحاول ان كوبان الى يون كوبين طبعا لو بنت كل الكلام هتحاول بقى بقى خلاص عشان ما عودش اكرر الكلم تاني هو اسمه او اي اسم ولد هو عنده سيزون هو تلميز في مدرسة كزا او ممكن اقولك جملة اللي قلتها لنفسي هو تلميز او هو في اه طالب سنوية هو يحب هو يعشق هو يفضل هو يكره اربع جمل محفوظين وسبتين التعبير عن الميول ونتقوم بعدهم اي الوان او اي رياضات يحب ايه ويفضل ايه ويكره ايه ويعشق ايه تمام هو يحب البرتقالي هو هو يفضل التنيس هو يحب الكلاب هو يسكن في باري في الدرس التالت اللي كان بعنوان الحديث او الكلام عن السمات والطباع الشخصية الموضوع الاول مثلا ادم زميلك في المدرسة هقول نفس الكلام اللي قلته في الموضوع اللي فات ولكن هزود عليها جملة او جملتين اللي ه علاقة بالطباع او بالميول عن زميل في المدرسة هنا نبدأ نتكلم به هو يكون ثرثار نتكلم كثيرا هو يكون اجتماعي هو لديه العديد من الاصدقاء هو مرتب وصبور موضوع تاني في نفس الاطار نتكلم عن سماتك الشخصية يعني تكلم عن نفسك هقول كل كل نتكلم عن جسوي انا اكون او جنسوي پا انا لا اكون جميل لقدر انا احب النظام جسوي او اردني انا اكون منظم جايد لجن وساعد الناس جسوي سربيابل انا اكون خدوم جامل كونتاكتا فيك لجن وحب التواصل مع الناس جسوي سوسيابل انا اجتماعي جبارل بكو اتكلم كثيرا جسوي بافاغ انا اثرثار جسوي انتليجون اي سانبا انا اكون ذكي ولطيف ويا خد بالنا برضو ان انا في الموضوعات دي بشرح لك وبالتالي باستفيد في الكلمات وباستفيد في الجمل انت بقى وانت بتحل انت توزن نفسك على الميزان بتاعك تكتب الكلمات اللي هو طالبها منك عايز تكتر في الجمل يبقى خير وبركة بس تبقى ضامن ان انت بتكتب كويس بحيس يبقى معاك ارياحية للمصاحح يعني عشان يديك الدرجة كاملة لو عندك غلطة ولا حاجة ما يبقاش عنده مشكلة دكريتا شامرة اوصف غرفتك هاول اي في الموضوع وانا بوصف غرفتي جاي اون شامرة بخيفة عندي غرفة خاصة ايلي غراند هي تكون كبيرة ايلي رانجي هي تكون مرتبة دان ما شامرة في غرفتي الي يوجد سرير اي ام بيرو ومكتب الي يا دي ليفر سور لبيرو يوجد كتب على المكتب او فوق المكتب عندي كمبيوتر في غرفتي تمام اعتقد الجمل سهلة وبسيطة جدا من خلال الكلمات اللي انت ذكرتها وحفظتها في الدروس بتاعتك الدرس الاول في الوحدة التانية كان بعنوان اي دانتيفية ديكريغ ديز اوبجي ازاي تتكلم وتحدد هوية وتصف الاشياء والاشياء دي كانت بشكل رئيسي الحاجات المتعلقة بالحقيبة او بالشنطة والحاجات المتعلقة بالمألمة طب فالموضوع الاولي هو ديكري تان ساكادو اوصف حقيبة الظهر الخاصة بك او حقيبة المدرسة الخاصة بك عندي حقيبة ظهر انها كبيرة طبعا الحقيبة بالفرنسي ومذكر فعوضنا عنها بإيل تمام المذكر وتبقى الصفات بتاعتها كلها مذكر إيل اي جران إيل اي كولوري انها تكون ملوانة روج بلو اي بلان احمر وازرق وابيض في شنطتي يوجد كتب يوجد ايضا كراسات ويوجد ايضا مألمة كبيرة ممكن اكمل وممكن اقف لحد هنا في المألمة يوجد اقلام غاف و اقلام رصاص و استيكة و براية الموضوع الثاني بقى خاص بالتخوس الوحدة المألمة الوحدة ديكري تاتخوس اوصف مألمتك جاي ان تخوس عندي مألمة هي تكون صغيرة هي تكون ملوانة ازرق فقدر او ازرق واخدر و هتلاحظ اللونين مذكر لان هنا اللونين مركبين او متداخلين مع بعض دون التخوس في المألمة يوجد اقلام غاف و اقلام رصاص جاي ايضا كيت عدة او طائم ادوات من اجل الانشطة اليدوية جاي او سي دي كريون دي كولور وعندي ايضا كريون دي كولور لها الاقلام الالوان الخشبية من اجل الاعمال الفنية او الرسومات الفنية اللي انا بقوم بيها الدرس التاني كان بعنوان اذا تسأل وتقول العمر وتتكلم عن تاريخ الميلاد طبيعي هنا بنتكلم برضو في الموضوع الاولاني خالص اللي هو قدم نفسك او قدم صديقك هما دول الموضوعين اللي عندنا هنقول نفس الكلام اللي قلناه في الدرس الاول والتاني اللي هو الاسم والسنة وبتحب ايه او ما بتحبش ايه في الرياضات وفي الالوان وساكن فين وانت تلميز ولا لا والسمات الشخصية اللي قلناها برضو في الدرس التالت في الوحدة الاولى وبتضيف عليهم الجزئية بتاع التاريخ الميلاد أو اتولدت فين أو مكان الميلاد وصل الفكرة إذن الدروس بتبقى متراكمة مين اللي بيحدد لك بقى بيحدد لك الكلمات اللي بيحطها لك بين قصين تمام؟ هو بيحط لك كلمات معينة بيخليك تتجه في اتجاه معين أو تذكر معلومات معينة فلو هقدم نفسي جو مابل علي جو سي إليف وليسي سا مارك جي سايزان ودمي عند ستشر سنة ونس جو سي ني أنا توالت هنا بقى الغوزئي قديدة اللي بول عليها تاريخ الميلاد جو سي ني لو دوزمارس يتوالت تنشر مارس جابت أالكسندري ساكن فيسكندريا جو سي تميد أنا خاغول جي ان فرير وين سور عندي أخ و أخت هنا بردو ديغوم لكديدة بتاعت verب أفوار أنا لدي أو عندي إن فرير ممكن أسكوت يون سور و أسكوت دو فرير أخين وضيف على كلمة فرير أس دو سور أختين وضيف على كلمة سور أس تمام طيب أدم صاحبك نفس القصة جي أين كامرات دو كلاس عندي زميل في الفصل إل سابل Pierre اسموه Pierre إلا ديس سيتان عندو سبعتاشر سنة إلا بيتا پاري هو يسكن في پاري إل اي ني لو 20 سبتمبر هو مولود يوم 20 سبتمبر إلي بافاغ إي سوسيابل هو رغاي واجتماعي زي مولته لحضرتك أنت عندك تفاصيل أساسية اتراكمت عليك من الدرس للتاني الإسم والسن ومحل السكن بعد كده خدت تاريخي الميلاد بعد كده خدت السمات الشخصية سواء المميزات والعيوب الميول الرياضات والألوان اللي بتحبها واللي بتفضلها واللي بتكرهها كل دي تفاصيل بتتكلم بيها عن نفسك أو بتتكلم بيها عن أحد الزملاء في الدرس التالت في الواحدة التانية كان بعنوان التعبير عن الميول وهنا بقى أخدنا التعبير عن الميول بشكل واضح وصريح وجلي طيب هنا بيقول لك تكلم عن ميولك المدرسية وخد بالك الميول دي كانها ماشي معك التلات سنين بس كل فت كل سنة بتاخد الميول المختلفة هنا بنتكلم عن ميول مدرسية بعد كده هتتكلم عن ميولك للطبيعة بعد كده هتتكلم عن ميولك الرياضية بعد كده هتتكلم عن ميولك الغذائية وهكذا يعني طيب هنا في المدرسة أدرس سمانية مواد أنا بحب حصة اللي هي الأنشطة المدرسية ممكن نخليها الأنشطة اليدوية أحب كثيرا اللغة الفرنسية هنا بنكلم في صغة النافية لا أحب اللاشيمي الكيمياء أنا أكره الرسم أنا لا أحب ديوتو وهنا بقى ديوتو دي مهمة جدا لا أحب على الإطلاق لا فيزيك لا أحب أبدا الفيزياء من خلال الموضوعات اللي أنا خلصتها دي أو اللي أنا قلتها دي الموضوع بقى واضح جدا وسهل جدا ولو شفت الفيديو بتركيز هتحس إن كل كلام بيتكرر نفس الأفعال نفس الجمل نفس السكة ليه؟ لأن انت خدت وحدتين وفي الوحدتين دول ست دروس اتعلمت في ست دروس دولت حاجات معينة هي الحاجات دي اللي هتجدك في الموضوعات فخليك واسق من نفسك وخليك هادي خليك عارف انت درست ايه واخدت ايه وهتكتبه ازاي فالموضوع سهل إن شاء الله ما تبقاش ألآن تقدر تنزل الملف ده من تطبيق فرينشاوي أو من خلال اللينك في وصف الفيديو وإن شاء الله كل الأمور تبقى تمام وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة